موسيقى موسيقى مالي الجميلة نحن عم نفتر في مكان رائع جداً مكان رائع موسيقى ولا أحلى أطلال ولا أرواح الشي الحلو في الموضوع أنه هذا المكان حكومي نعم تابع لبلدية اسطنبول فبالتالي الأسعار نوعاً ما بتكون نظريتة الأحلى من هيك أنه حتى بلدية اسطنبول تضح وتستثمر وتضحط لك في أماكن سياحية وفي أطلالات مثل ما شايفين هون شي ولا أرواح يعني عمر تشوف انت كيف الناس عب تشتغل لون الناس عب تشتغل مزبوط تعرف انه لماذا كالبلدية عب تطور سوف أخبركم الأفطور هون الكحفالتة اللي هو السحونة الصغيرة التركية في الإفطار هاي هون سيبدأ ولكن هون كمان سوفيانا صديقنا قال انه مستوى الإفطار ما هو كتير عالي لا بك شو يعني فيه أفضل من هيك كتير لن يفصل الساعة التالية اها اها يعني متبهرنا اوكي يعني سحارونا بالإطلالة ايوة بس انه مكان كتير الإفطار فيه كوليكشن أفضل في أماكن تانية أكتر بس لما تشوف هيك البيون هيك روعة أخي مع كاسة الشاي وهالإفطار هذا انت وصل لك اللي هو ما بيوصل نحن راحين على منطقة أمنونو انتما شايفين هون نحن على الجسر وهذا هون الجمال الخلاب لإسطنبول ومستمرين لنوصل لمنطقة أمنونو اللي هي فيها البهارات اللي فيها القهوة بشكل جميل جدا وجميل متل ما شايفين اليوم الجو صيف إلا شوي مع انه مبارح كان الجو يعني برد فهي هي إسطنبول هاي هي بحسناتها وبسيئاتها كمان هاي هي بحسناتها وبسيئاتها كمانا هاي هي بحسناتها وصلنا للمنطقة اللي هي فيها كمية البهارات الجملة المفرق القهوة مكان ولا أرواع متما شايفين هون وراي تقريبا هي محطة أمنونو هون اللي هي محل ما بيكون فيها عبارات كم فيها السمك يكون فيها كل شيء لذيذ هون بقى حوار ديكم شتون هون هو صار السوق المصري والسوق المصري يعتبر سوق تقريبا لنقول انه سياحي أسعاره شوي مرتفعة بينما الأسواق الجانبية هي بتكون الأسعار الحلوة خلينا نشوف بالظبط و هنشوف هلا هعطوكم اللوكيشن تحت عشان نستعف تجي لوين لانه فعلا الموضوع نحن هون جينا من هذا النفأ متل ما شايفين هذا النفأ بوصل لك على أمنون ومباشرة وهيك بقى هون ندخل هاي متل ما شايفين هون حلاوة الأمور انه الأسعار موجودة برا فهاي شغلة كتير منيحة عشان انه حاجز اللغة يكون بالنسبة لعلكون كتير تتجاوزوا بدون ما تحكوا ولا كلمة تعرفوا الأسعار أحيانا هتحتاج ولكن يعني هذا الشي كتير حيساعدكم انه متل ما شايفين حتى نوع الجبنة هذا كله نحن لسا ما دخلنا على السوق المصري السوق المصري هلا كمان شو حندخله ولكن هون الأسعار دائما أرخص من السوق المصري حتى لو بتلاحظوا كمان الأتراك نفسهم بيجوا أحيانا بتسوقوا من هون لانه هون فيه كمان شغلات جملة دعا مثلا ها تعال نشوف الاسعار شلون هاي الفزدو السوداني ب 16 ليرة هاي المشكل ب 54 ليرة الحلويات هون مثلا ب 10 ليرات اللي هو الحلقوم جبنة ب 33 ليرة الكيلو 36 ليرة احنا هون هون سوفيان صلوا بستنبول سبت شهور فإن الأمر جدا إنه ما دام تو ايه انت سألتني انو شور الاسعار من نيحة او لا انا بتصور انو اين بتلاقي الاتراك عم يشتروا اشتري وما تخاف يعني انو اهل البلد واكيد نحن مرح نخهم احسن منهم فاشتري وما معينكم بأمضة كيف يعني اخر شي مدام انو اهل البدع بشتروا من هون معنات انت اولا تشتري من هون اكيد ما هيشتروا شي غالي انما يكون جوته من نيحة يعني متل ما سمعنين الاسوات شلون والدنيا كيف والشمس والدنيا حلاو شلون يعني كمية الناس هاي كمان ورق عناب في 18 ليرة او عبي حكو عربي كمان شوفوا لي السيل البشري الموجود هون الحياة التي تنبض هون حلويات هاي المنطقة كتير حيوية كتير قوية جدا هون بقى وصلنا لمربط الفرس الشديد وصلنا هون لقهوة محمد افندي حطركم كمان هو الفرع الرئيسي تابعون وهون بتاخدوا اكتر شي بسرمة بشكل مباشر هاي المحامس بشكل دايريكت ومباشر بتصير طبعا اسعاره ارخص من بره المحل ما تدخل بالفرط تشكل لار الكيلو بخمسة وخمسين ليرة تشكل هذا هو هون القهوة الرئيسية هاي الاسعار وهذا هو هون المحل بشكل كامل اللوكيشن هحطه تحت كمان عشان الناس تشوفه بس متما شايفه هون الدنيا زحمة كله واقف عشان ياخد هذا البن الفضيع هو اشهر بن في تركيا مكانه مقابلة بشكل مباشر مقابل مدخل السوق المصري اللي هو بازار او مصر كارشيسي 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 وكما شايفين شلون السوق المصري هون هون كله بيحكي عربي بس طبعا في فرق اسعار كبير هون الوضع بيختلف طبعا كما شايفين شلون المنظر لحاله نحنا عم نحكي هون عن سوق مسقوف سوق بس طبعا بس طبعا بس طبعا بس طبعا بيعوا البهارات بديو عن الحلقوم بحلويات المشغولات اليدوية بس طبعا هون دائما اغلى من برا بس هون الميزة انه اكيد بيحكوا عربي ويمكن الجودة تكون اعلى ليش لانه نحنا عم نحكي عن شي مهيئ للصياح اكتر فالاسعار اغلى ولكن كل شي مرتب بشكل انه يكون للسايح يعني اسهل واسرع بشكل كتير كبير مصري هون بس تطلع برد السوق المصري دائما في اسواق تانية والاسواق التانية هاي مثلا في كل انحاء حوالين السوق المصري دائما اسعاره بتكون أرخص فمسلا هلا نحن هون هاي شايفين شلون كلو أكسسورات وناس بتحتي هون بالعربي سمعنا سمعنا للنص الطيبة ايوه ادينو ها انا هاهاها هاهاها هذه ملابسات طاقتها هناك قطعات الملابس الطاقاتات موسيقى المتقليد الماركات هذا مجاور للسوق المصري كما رأيته رأيته يا منطقة حيوية وكتير تجارية نحن نحن نتعلم عن اختصار قد اتمرんで عملاً في أماكن شعبية هون أكتر شي يعني كل شي حباس يا جماعة دائماً تذكر شغلة واحدة هون أسواق شعبية يعني شو معناته؟ يعني فاصل بالسعر دائماً فاصل بالسعر إمكانك تنزل الأسعار لأنه هون أخذوا وعطوا ما فيه سعر ثابت كل شي قابل للتنزيل وفيه عندهم كلمة معروفة بالتركي هي كلمة السر اسمها اندريم اندريم يعني تخفيضات أو سيل بالإنجليزي فهذا الشي تحطه في بالك دائماً أنت تناقش هون حتى لو كان شخص عربي أو شخص تركي دائماً نزل بالسعر لأنه هينزل معك ويحكم أنه أنت سائح فممكن أكيد يلطك شوي بالسعر ولكن أنت خليك شوي ناصح وشو وفاصل معه بالسعر إن شاء الله تكون لهم استفدتوا كثير من هذه الجولة الجميلة في هذا المكان الرائع المميز الحلو كثير اللي فعلاً فيه روح إسطنبول وفي نفس الوقت تشتري فيه أي شيء يلا شكو على خير يا أحنا متابعين دائماً أكيد تتابعوني على الإنستجرام وعلى الفيسبوك لأنه دائماً بحط فيه شغلات وفيسبوك وكواليس ما بتوفوه على اليوتيوب أوكي؟ يلا باي باي ترجمة نانسي قنقر